وفي الجانب الرقابي ترأس رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المهندس عدل الصميضعي الجلسة الاعتيادية 21 لمجلس المحافظة لمناقشة الآلية والشروط التي اعتمدت من قبل المجلس في انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية لمنصب القائم قام ومدير الناحية في المحافظة وقال الصميضعي خلال الجلسة ان المجلس يجدد التزامه بالقوانين الإدارية والدستورية فيما يخص انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية مؤكدا انه سيتم وضع سياقات وضوابط وفقا لشروط المطلوبة وناقش المجلس ملف المزايدات العلنية على ايجار اراضي الدولة في المحافظة موجها لتشكيل لجنة برئاسة كامل عباس اشرف رئيس اللجنة القانونية وعضوية عمار حكمة البلداوي وامجة طلمص والدوائر ذات العلاقة شكرا